خلينا كده نتخيل أنه شخصية علاقة شخصية حقيقية وده وارد جداً وعندنا من الشخصيات دي حقيقة موجودة على أرض الواقع عجبني أنا في الحوار اللي كاتبه باهر دويدار اللحظة اللي بيتم فيها إقناعك محمد ممدوح في مشهد رائع جداً كان ضيف شرف أمينة خليل في مشهد رائع جداً اللي اتنين الحقيقة كانوا بيحوروا من شباب لشباب يعني بيحوروا شاب بيرجعوا للدفة لصح من غير ما يضغطوا عليه ومن غير ما يسفهوا أفكاره انت متخيل لو ده حقيقي ممكن يعمل إيه في المجتمع؟ هتلاقينا طلعنا قدام بسرعة أوي أوي لسه مبارح فيه كان فيه عفو رئاسي عن مجموعة من الشباب فسبحان الله احنا لسه بنكمل نفس النظرية لو تشوفي كم الفرح عند ناسي لأ عفو رئاسي وخليني أقول كمان أنا شخصياً ساعدتك مواطنة إنه سايد الرئيس قال من أسعد الحاجات اللي أنا عملتها هذا العفو الرئاسي للناس ديه في حد ذاتها وكأنها طبطبة كبيرة جداً 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 أنا لما خش الحد أنا ضده فوجة نظر وحسيت في عنيه إنه هو عنيه بالطبطب علي أو بالطمني انت شلت نص وضب عارف كان عجبني كمان في إدائك إيه لما كانوا بيحاولوا يقنعوك أنت برضو الشاب الطبيعي اللي هو عنيه زيغة شوية مقتنعة شوية مش مقتنعة ده دور المخرج بقى هنا لإني فعلياً هو كان بيقول على لسانه إنه هو مع البلد كل واحد بيحب البلد بس بطريقته في حد بيحب ويأذي من غير ما يقصد تمام؟ وده أكم من موجودين وفي حد متعمد المتعمد ده اللي هو وصل به الحال إنه هو تحول بقى شخص فاسد إرهابي أو غير إرهابي لكن في حد تاني ممكن يبقى من وجهة نظرك معارض بس معاك الفرق في اختلاف وجهات النظر اختلاف وجهات النظر دي محتاجة حد تاني يعرف يمد الإيد وده اللي حصل ده اللي حصل مع علاء لغاية الخط اللي احنا شايفينه نصبت لحد ده مع علاء هو نفسه طلع الحلو لجواه